تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعية في الحوار الوطنية هذا وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف التعليم قبل الجامعي وتتناول مناقشة عدة محاور منها أهمية قرار الرئيس السيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني كما تناقش الجلسة الثانية ملف القضية السكانية وخطورتها على المجتمع